بخطا متسارعة يتجه شركاء العملية السياسية في العراق نحو التناحر الداخلي يخرج الصراع من سياق التراشق الكلامي والدسائس الخفية إلى سياق الحرب العلنية اقتتال عند بوابات المنطقة الخضراء بين الميليشيات والقوات الأمنية كان كفيلا بتفجير الأوضاع هدد زعماء الميليشيات وتوعد الكاظمي الاعتداء البارح الذي حصل عليهم من حرق القيام وأطلاق النار جريمة لن تمر بدون عقاب وأيا الذي أصدر الأوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعا يا كاظمي وكل من يقدر مع القاضي وخذ الكاظمي وأمام القاضي وكل من شارك في هذه الجريمة ونحن الآن نعرضه ضردا ضردا ضرم المحاسبتهم جماء الشهداء محاكمتهم جماء الشهداء محاكمتهم جماء الشباح لم تمضي إلا ساعات حتى أغارت الطائرات المسيرة على منزل الكاظمي وحاولت اغتياله في مشهد أدخل الهلع في نفس الكاظمي الذي ظهر بعد محاولة الاغتيال بمظهر المتوجس الذي يستجدي من رواعوه عندما دعا إلى التهدئة واعتماد لغة الحوار وعدم الإسراء في اتهام أي جهة رغم قوله بأن المسيرات لا تبني وطنا وأن الصواليخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقلا المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكر الذي هدد سابقا بقطع أذن الكاظمي علق على محاولة الاغتيال ساخرا أنه لا أحد مستعد لخسارة طائرة مسيرة لقتل الكاظمي وأن هناك طرقا أخرى أقل تكلفة لإنجاز هذه المهمة فالعسكري يرى شأن الكاظمي أصغر من تكلفة الطائرة وبالطبع الميليشيات أعلم بمكانة وقيمة من تنصبه على رأس الحكومة فالتصعيد بالمجمل موجه إلى خصمهم وشريكهم في نفس الوقت مقتدى الصدر محاولة اغتيال الكاظمي رسالة تأديب من الميليشيات لكل من يحاول إقصاءها وكذلك هي عبرة للمتوهمين بإمكانية التغيير عبر العملية السياسية فأهم منصب حكومي بات اقتلاعه متاحا عبر طائرة مسيرة يارا